عايزة تكلم عن نشقتها عايزة تكلم عن طفولتها عايزة تكلم عن البدايات يعني عايزين بتادي نتكلم عن مرحلة مرحلة أيوة هي بالنسبة يعني فاتر حمامة كانت طفلة مش تقلدية كانت زكية جداً في طفولتها حبّة إنها هي تلفت نظر الآخرين حبّة إن الأضواء حتى أضواء العيلة إن لو العيلة مجتمعة تبقى الأضواء المسلطة عليها إن الكل ينتبه لها فكانت بتعمل بعض المشاهد وتقلد وتعمل تطلع على ترابيزة الصفرة توقف تتكلم وتقول حتى أنا شيد وده لفت نظر أبوها وأمها علشان كده لما قروا إن في مسابقة لاختيار أجمل طفل وطفلة قدموا فيها وللأسف ما نجحتش فيها لكن هم في مجلة الاتنين عملت مسابقة تانية لاختيار لحظة أو براءة الطفولة في أي وجه ممكن فراحت والدتها تصورها ولبسوها لبس ممرضة فوالدتها قالت لها أنت عارفة ده لبسي قالت لهم أه عارفة لبس ممرضة قال له طب أنت تخيالي المصور قال له تخيالي أن أنت قدامك مريض دلوقتي وانت وقفها هتعالجيه المصور جات له حالة دهشة بقول مجرد ما قلت لها كده حسيت بلمعة في عينيها وكأن في دمعة هتنزل فلقط لها الصورة دي في اللحظة دي وفازت بالجائزة الأولى الصورة دي فلما شافها المقرج محمد كريم وكده وكانوا بيحضروا الفيلم يوم سعيد قالوا هي الطفلة دي اللي احنا عايزنا وبالفعل بعتوا للمجلة وعرفوا عنوانها واتصلوا بولدها ويجم علشان خاطر يوقعوا فالموهبة كانت باينة عليها من وهي طفلة كانت طفلة شائية لماحة زكية طبعا وحب ان هي يعني تبقى في حاجة باينة زهرة يعني فكرة النجومية او الشهرة دي معها من طفلتها فبدأت يعني حتى لما راحت مع محمد كريم هم بيصوروا الفيلم كانوا في الاول فهمين ان هي ممكن كاي طفلة هيخاف من الكاميرا ويبتكسف ويعود يتعبوا معاه ففجأوا باني لما محمد عبدالوهاب بيغلط في جملة وهو بيقولها فبتقولوا انت هتتكلم كويس بقى ولا يغيروك ويجيب واحد غيرك ما تعطلناش فحاجة يعني مش مولودة نجمة فبتتكلم بطريقة غريبة جدا اللي حواليها مندهشين يعني طفلة وعندها هذا الوعي باني احنا بنعمل ايه احنا بنعمل سلمة وفيه شغل حتى كانت فيه اخت زوجة محمد عبدالوهاب مشاركة في انتاج الفيلم فجايبالها هدية وبتاعها فبعدين قاعدت تتكلم فقيت لها انت جاي اتعطلين احنا عندنا شغل وبنتعب فيه خد هدييتك كان دماء خفيف كمان خد هدييتك مش عايزها عشان ما تعطلناش فست عياطت وخدت على الخطيرة وفهموها ومين ديت ماينفعش تقولي كده مثلا لكن انا اقصد ان هي من الاول يوم واخد المسألة جد قوي اه اه اه